السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اليوم على قناة لكن نورتكم اليوم بفيديو بزاف شباب تدو منها أفكار تدو منها كسوالح شابين تدو منها إن شاء الله غير فايدة إن شاء الله بإذن الله نقول لكم اللي ربي ما زال ما يرزقها بالزوجة الصالح إن شاء الله يرزقها الزوجة الصالح ما عليكم غير بالدعاء وما تقمتوش من رحمة ربي ربي ما يقلع عليكم حاجة حتى فيها فايدة لكم أنتما فقط الدعاء لخصها زوج لخصها خدمة لخصتها درية الججئ إلى الله سبحانه وتعالى وهو المعطي بدون حساب كي تقول لها ربي يعطيني أكيد رح يعطيك فهو أرحم الراحمين وحتى كما يقول لك هو أرحم من الأم على المولود التحق على بركة الله بسم الله اللهم صلي وسلم على رسول الله صلوا عليه بكثرة في التعليقات أخواتي لنا للأجر مع بعض اليوم إن شاء الله نبدو بتفح فيه أول حاجة ليفتلها كما تعرفوا دارنا كبيرة ما شاء الله والوالدة رحي مريضة سما كل شي كان تقريبا عليا كانت معي أختي تاني هنا يا عاونتني لكن تاهية كانت مريضة شوية من جمجة تعاون بي يعني بزيف سما الدرك الكبير كان عليا والحمد لله يعني كل حاجة نديروها في ميزان حسناتنا لبغى في دارنا ولا دار أي واحد كما كم تشوفوا هنا بديت الحاجة الأولى بالصالة فحفحتها التاقة تاعة الصالة قلعت لها الغابرة وكل شي ننصحكم باللي في الميشلال دايما عفوا ديرو تقبأ في الكادر تاعة الميشلال باش يخرج لكم الماء كما شفتوا في أول فيديو هاكا أنا الوالدة تاعة دايرنا وهنايا جيت الفوتاية تاعة الجلد كما كم تشوفوا مساحتهم بقية كلين لي دايما نصحكم به ما شاء الله متعدد الاستعمالات وآمن علي يديك ما ديريني اللي يقوني ويلو بس كو المنتج طبيعي مئة بالمئة رح تتعملي في كامل الأسطح في الزداج في اللي طابي اللي كانت عندك طاشة تعال تعزيت الزداء في الماعون هاكا في الزداء اي حاجة تديرو فوق الميبل تديروها تمسحو بيلي زاكس اسواق تاوحكم النوادر اللي بغيت تمسحي النوادر تاوحكي ولو يبرقو تاني بيه استعمت اي اكلين مسحت بيه قعلي فوتاية قلحت تلايطاش تاني ديطاشي التاني لحيط موريتها لكمش سمحولي المقطع تحدفلي الطابلة فحفحت الحالة سيقت الكولوه غضرت الرغوة كان هدا صبح بكري بس هاد الفاتحة جاتنا تقريبا كنا ندي سيدين نديروها في الضار عاود قلنا لا بلك نديروها يعني في مكان وحد اخر من بعد في اخر لحظة قال لك لا نديروها في الضار احنا كما قلت لكم اليوم اختكم مغفرا هي اللي كانت يعني الشاف الاساسي في الطياب بس كل والي داره هي مريضة وما حطت شي دهقع معنا في الصوالح احنا بديت غسلت الروز درت بيش ندير الماس ادوان غسلت الروز ودرتها يفيد وتاني اختي كانت مبيتة زيتون في الفارينا ودرتها يغلي معا الليم وخلينا هي غلي بيش نقلع المرورة غدي تغليها غير مرة ومن بعد احنا جيت ننصب الحريرة اللي خلطها بين الغنمي ومع الجاش ودرت فيها البصل الطماطيس والكروطة وليزي بيستوعنا بين دوك نوريهم لكم تاني قدرت قدرت ودرتها فوق الغاز من بعد هنا غدي نوجدو الكفتة على الدجاج خدبنا بها البوراك اللي درناها شوفوا البوراك تاع اليوم جانا من اروع ما يكون ولي كلاوها هما اللي عطاونا عشرة على عشرة درنا الكفتة البيضة فيها الكورة على الدجاج تلضروك كي بدنا نقلو درناه درنا فيها البصلة مرحية كانت مرحية تماما كي كانت بيغي ودرنا تاني فيها الفلفل كحل وشوية ع الكمون وشوية ع سكنجبير وطيبناها هكا قليناها وملا منسوتهم ومن بعد هنا المعدنوس حتى اللي طابت درنا المعدنوس كيد ما تنسوش الملح اهنا يا اخواتي شوفوا المعدنوس ديرو حتى اللي الطيب وكيري الدجاج كيد قرب الطيب ديروه ثاني باش يبقى لكم دي كنوك هالشابة من بعد جبنا زوج مرصويات هذو كل المربعات تاع الفرماج وهاكا مرستهم قيع وخلطتهم مع المعدنوس وحنا راهي ترولي في الحبة تاع البوريك دارت حبة كمبلي دور دات حبة كمبلي درناهم روليناهم خليوناهم على جيها ومن بعد هنا صفيت الروز بعد لي بردليش اللي تهبل ما بارد وغادي نوجد معاكم واحد لاصوس قلت لكم من يتاع اليوم تاع عراس غي ديروه في عينيكم ما شاء الله يعني الديف راحو ساتي سفي مية بالمية دارت هنا يشوفو أعلى جيها فستع ثوم ربيتها صغير وزيت معا هنا تلتم غرفت عليك خامف خاش وزيت معا تلتم غرفت علي المايوناز كانوا كبار وهنا المونو كيما كانت باغية مولات الفاتحة هنا يزيت معا هالليم عصرات عليم الفلفل الكحل والملح المعدنوس وثاني هنا يزيت تاع الطون بالزيت الطون بالزيت سنضيلي شوية تاع الزيت تاعه ونبدأ نخلط لك خامف خاش مع المايوناز معا هاد المكونات قيع وخلطي خلطي غاية هنا غادي تولي لك خفيفة احنا ما ديريها شتقي لا ديريها خفيفة مادم كي تخفيها مادم ذاك الروز يجي شباب وخفيف شوفو ما شاء الله واحد القو ما يفهمو شاكان وياكله هادي غادي خليها على جهة هنا ونجي هنا نخلط المسادوان درت فيها هنا يطن كاتروا لها الطون كيما بغيتونتوما احنا درت الطون بالزيت خليت في غير شوية تاعزيت رقم شوفو كارن ينكب بالقوطة تاع الطون وثاني الطون ما تفتوش بزيف باش كيياكلوا يلقوا هاديك القيطة تاع الطون باينة احنا درت وقيلة ربع قواطة ولا خمسة تاع الطون والله ما نعاقل شعال درت ودايما نقول لكم فوق الطون ودايما عصره فوقه هلني ميجي بزيف شباب حطيت هادي الجلبان هادي اللي كان معلب وشوالك نشوفو شيناه معلب لكن كان عادة كينا هاكا خضر ضدنا غليناه مايس كورنيشون قطعت هاكا شرائح وثاني هنا تباووا تزيدوا اي حاجة تزيدوا بيض فايد ورلا بصح البيض مع الصيف وكل شي شوية ميجي شابه بالصح في المشتلة كانت المشتها والبردو قاعد يروها ماعليش البيض يجي اهنا يا شوفو زيت خففتها بلاك خامف خاش هاديك السلصة اللي درتها وهنا تبديت خلطة خلطة اللي ناشف السوالح يكونوا قاعد ناشفين من بعد كينا عادة تبديت خلطة بهذه السلصة اللي درناها بدون ما تنسوا الملح في السلصة وفي الأخير شوية معدنوس هنا تاني مقطع ونخلطها ندخلها للفريجي دار ما بيلا ندريسة طبسي جيت مننا غاد نوجد الزيتون الزيتون نصبته غير فخطة على الجاج بسكوية غاد نزيد لها الجاج من بعد ونزيد لها البولة على الكفتة هنا في الكيكوطة درت هنا شوية الزيت وغاد نزيد هنا مارغارين ديمان لما نستغنشها لها في الطياب والحلويات درت منها حوالي ملعقة كبيرة درت يتقلى هذا المرسو تاع الجاج وزيت هنا بيوري تاع البصلة قطرت البصل كما شوفوا بسكوية دارة واحد الكيلو شوية كيلو وقلوها كا 200 جرام تاع زيتون هنا غادي نقدر القدرة التاعي وننصبها بالسكنجبير نزيد معها الحرور ونزيد معها الكركم نحناني نحط في الزي بيس والحريرة تانية الحريرة كم عارفين ندرتها بزاف معاكم في القانت الدخول غاكتبوا حريرة تقانت لكي غادي تخرج لكم ما شاء الله نزيد معها كوري تاع الدجاج وهنا غادي نبدأ نحط في الزيتون بعد اللي شللته هذا هو الزيتون تاعنا غادي نحطه در الثاني قيع على رأس المغرف شوية تاع الكروية ما بيينتها لكم شهنا كي كنت نحط لا خطر شهنا كان عليها الضغط نصور ونزيد نطيب هنا غادي نحط قاع الكمية تاع الزيتون قتلكم بسكو يعني رجال كانوا ما شاء الله كانوا نزوج طوابل تاع الرجال وطابلته عن صوب لما ننسوا هادو كل الصغار تاع الدار وكل شيء هنا يا حوالي يقولوا هاكا خمس طاشن شخص لي طيبنا لهم هنا اقدرت الزيتون قدرتها بشوية تاع الما بلا تعليه من بعد هنا يا الكفتة تاع هادي الكفتة الحمرة ما ورد لكمش دوزن تهات دوزنوها عادي يعني يديروا لها الحرور شوية تاع الكمون ديروا لها التوم المعدنوس وديروها هنا يدي بولات حدرناهم كبار بزاف معتبارين كبيرة الحبة تكون فيها حوالي 40 قرام في الحبة من بعد هنا نصب تاني درت لهم البرقوق البرقوق خواتاتي تانية وردت لكم طريقة لديروه بيها تفوروه على جهة هديك الفوكه الجافة قاعدت فوروها دائما القاعدة الأساسية في البرقوق السقر يسوي كمية البرقوق يعني كل وصفات هذه اللي حطتها لكم في القناة يعني بالتفصيل الممل شوفوا هنا يجت ما شاء الله سلاطة هني بديت ندرسيها هنا قلت للمرتخوية قلت لها غي عطيتها يعني الشكل كيفاش تدرسيها درنا السالة دوغي درناها في السيرسو ولد في الامبوخة البياس هكا كاري بعد درنا من فوقها هني هديك الطبقة عبارة عن مايونازم على الفرماج هني درناهم ضربناهم بغاية بالبراميكسر بعد درنا خطوط على الكيتشوب من بعد هنا كنا رابينا الباربة اللي هي البيتراف والزرودية وزدنا معها ثاني طماطيس درناها شرائح وحطينا ثاني السلاطة قطعناها انشيفونات تقطعوها رقيقا وحطينا درسينا التبسيجها ما شاء الله بلا منسوا الزيتون من بعد وهديك المقابيلة هنا هدا هو البوركتاعنا شوفو كيت قلوها قلوها على نار تكون شوية من الجهدة ومشي بزاف من الجهدة نار فوق المتوسطة ودايمن قلبوه بش يجيكم الشكل بتاعه مدور وهدي هي الحريرة تاني بعد اللي درت لها الدرسة شوفو الحريرة تانية عارفوها باللي شابة كين وحدين يقول لك فيها بنت البركوكس يكونوا هما زادوا اي بيس ولا داروا التوابل تاع البركوكس بس كم مستحيل جيك كما البركوكس بركوكس وحده والحريرة وحدها بالنسبة للزيتون هنا يا الشامبينيون تاني تقلوه في شوية تاع المارغارين مع الفلفل الكحل وشوية تاع الفلفل الكحل ودرت لها هنا تاني تاني توابل اللحم وزيت لها تاني المعدنوس والتوم وده يعني تصوتوه كما هاكا ادري سيت الطبسي هنا يا الزيتون وتزيدوا اللي بولة تاع الكفتا وتحطوا الججاج اهنا درنا الججاج شوفو شرين هواجد ما طيبتاش في الدار للأمانة وكان هذا هو المونة تاعنا كل شي جا حلو ما شاء الله ربي حليها ماتكم ويحلي عليها اختي هادي لدارة الفتحة ربي هنيها ويحني عليها ان شاء الله الايام اللي رح يجايا وربي يرزقها ان شاء الله الزوج هيكون الزوج الصالح بإذن الله تعالى ان شاء الله توما تاني ربي يرزقكم بالنص استر يا رب العالمين وهدي هي الباقة تاع الورد اللي جابوها يعني اللي جابها الزوج والهنية الكوفخة هذا فيه الخاتم فيه المصحف فيه الدفوع يعني دراها بتاع الدفوع ما شاء الله كانت فاتحة دفوع كل شي فرحبة ان شاء الله ربي هنيها قلتكم اختي هادي لدارة الفتحة هادي اختي مريضة اخواتي انا عندي غي خط واحدة هادي اختي مريضة ربي هنيها كما قلت لكم ويهنيكم توما تاني ان شاء الله كل واحدة في قلبها حاجة ربي يحققها لها نقولكم استودعكم الرحمن الذي احبكم فيه والسلام عليكم